مريم حطت ايديها على وشها وعيطت بعد ما حاولت تبعده وما قدرتش رقوف ابتسم بشر وكان لسه هيقرب عليها فجأة في حد جي من وراه وضربه على راسه ووقع في الارض وقغم عليه فتحت مريم عينيها ولقيت ايمن واقف وقال راج الجبان يلا يا مريم من هنا تعالي نمشي وقفت مريم بسرعة وخرجت مع ايمن وقالت هأ انت عرفت منين وجيت ازاي اتكلم ايمن بغيز وقال من وقت ما عرفت انك نزلت تشتغلي هنه ما كنتش مرتاح وكنت مراكبك من بعيد لغاية ما شفتك دخل المغزن ووزفت ده وراكي الحمد لله انك جيت في الوقت المناسب مريم اخدت ايمن وخرجه من المكتبة وفي الشارع اتكلم ايمن وقال لها عشان بعدك دهت اسمعي كلامي وزي ما قلتلك شغل هنه لأ يبقى ما فيش شغل غير عندي انا تعبانة دلوك ياريت سيبنا روح وبلشت جول حاجة لأحمد واني هرجع الكلب ده وخليه حرم يمدي يده على بنات الناس مريم مسكته من دراعه وقالت ايمن ارجوك بلاش تعمل جده ده ما يستهلش تضيع نفسك علشانه ايمن سرح في عينيها وقديها اللي اول مرة تلمسه اما مريم سابته وطلعت تجري على البيت ولما وصلت مريم جميلة شافتها وقالت مالك يا مريم وشي قصف رجده ليه مفيش انا شكل تعبانة شوية هدخل استريح استني طيب اجيس حرارتك ويتكوني بردانة يوه انا كويسة سبيني الحالي مريم دخلت قدتها تعايت وجميلة وقفت تقول لا البيت دي فيها حاجة انا مش مرتاحة جميلة دخلت وراها وقالت فاهميني طيب حصولك ايه ويكون الوضع احمد زعالك كالعادة مريم هزت راسها بالنفي وقالت لا احمد مالوش علاقة او مال مين بس لزعالك في حاجة حصلت تجده في المكتبة جميلة استغربت وقالت حاجة زي ايه حكت مريم لجميلة كل حاجة اما جميلة وقفت وقالت الراجل اللي ما عندوش دم ولا يعرف ربنا ده انا هروح اكسر المكتبة على دماغه مريم مسكت ايديها وقالت لا 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 بلاش فضايح هو خد جهازاته والدكتور ايمن ضربه وهو الدكتور ايمن كان عندك بيعمل ايه كان جاي اشتري حاجة كده بالصدفة ولما سمع سرختي جيري بسرعة نحية الصوت جميلة حضنتها وقالت الحمد لله ان ربنا نجاكي بعد كده انس انك تشتغلي خالص حياتنا منهنه ورايحة تتعدل ومش هنحتاج للشغل والبهدلة وتاني يوم عند جميلة اللي كانت قاعدة في المطبخ بتعمل الاكل اعطاها جرس الباب وقفت وراحت تفتح واتفاجأت لما لقيت عمها منصور وقالت خير يا عمي ايه اللي فكرك بينا ايه مش هتعزيمي علي دخل بتاخوية له ازاي اتفضل وجلع وزيه عشان مش فاضية منصور دخل وقال انت صحيح سبت الخدمة في بيت المغازي ايوة ومش رايحة هناك تاني طب وحاجة بوك ايه هتفرطت فيه جده بالسهل انا دورت ومعرفت شوصل لحاجة وانا ولا حملي بهدلة ولا انا ولا اخواتي منصور قاعد وحط رجلي على رجلي وقال رحيم جه وطلب يدك واني وفقت يعني هتدخل البيت من تاني بدل ما تبجي خدامة هتبجي ست البيت انا ولا عاوزة بجسدته ولا بيت سيبوني في حالي انت تجنيتي في حد يرفض رحيم به هو مرفضوش ليه هو يعني يفرج ايه عن غيره يفرج كتير كفاية انه من عيلة كبيرة زي عيلة المغازي كفاية ان لكي حاجة عنديهم ولما تكوني مرات رحيم هتقدر يترجعيه مايهمنيش كل ده ولا انا عاوزها طلعت سعاد وهي بتتسند على الحيطة وقالت انت ايه اللي جابك يا منصور هنا ايه مش مكفيك اللي حصل انا جيت اعجل بيتك وكان غرضي مصلحتها رحيم طلب يدها وانا وفقت سعادة فجأت وقالت رحيم المغازي عاوز يتجوز جميلة خرج نفسك منها انت يا عمي سدجني ما لكش مصلحة صحيح الكلام ده يا جميلة رحيم بيعاوز يتجوزك جميلة بصت لمنصور بتحدي وقالت ايوة يا اما هيتجوزني وان اللي كنت رفضاه وهو وحفي علشان اوافج والله وبيضالك في الجفص يا بيت سعاد ماني قلتلك خليك في حالك ملكش مصلحة معايا اتكلم منصور بخبس وقال انا غرضي مصلحتك انتي كفاية ان انسبنا يبقى ابن المغازي وكبيرهم رحيم كان واقف في نص البيت بعد ما الكل تجمع على صوته وقال انا جيت اعزم الحاضر والغايب فرحي على جميلة الخميسة جاي اتكلمت كريمة وقالت فكر يا والدي ده جواز مش لعب عيال هو انت شايفاني عيل صغير اياك ماني عارف انه جواز اعطاهم جمال اللي دخل وفي ايده عرصت وقال واني كمان جاي عشان تبركولنا وعرصت الجديدة سناء قربت منه وقالت مين دي يا جمال اللي انت جايبها وعاك تكون سلمت دماغك للشطاق سلمت النظر يا حماتي ما زي ما سمعتي عرصت الجديدة يعني ضرت بيتك طب هسيبكم انا واروح احضر نفسي للفرح رحيم نشي وكريمة قربت من جمال وقالت انت فوعيك يا جمال يا ولدي كيف تعمل جده في مرتك وبتعمك انا راجل ومن حاجة تجاوز بدل الواحدة اتنين وثلاثة واربعة اما مرتي اللي فوق دي ما تلزمنيش جمال اخذ عرصت وطلع لقودة غزل ولما فتح الباب غزلت فجأت وقالت اتجاوزت علي انا يا جمال ده انت ما كنتش تطول ضفري جمال مسكها من شعرها ورماها برا القودة وقال انت ما جامك تبجي خدامة عندي مش اكتر من جده ويلا روحي حضرلنا عشا العرايس جمال خلص كلامه وقفل الباب في وشها والعروسة اللي اسمها مروى قربت منه وقالت ما كانش المفروض تعمل فيها كده كنت على الاجل لعرفتها انك هتتجاوز ملكش صالح هي تستاهل اللي يحصل لها واي واحدة هتخرج عن طوعي هيبجى واصرها كده مروى وقفت سرحانة شوية وجمال قرب منها وقال لها اعمل حسابك لو ما حملتش في ظرف شهر هكون متجاوز الثالثة هدير راحت تقابل حسن وقالت خد الفلوسة هي بس زي ما قلتلك تردهم لي على طول انا اتحايلت عستيغ يشيل الدهب على جنب ومايفردش فيه حسن بصل الفلوس بفرحة وتكلم وقال هما دول يعملوا كامك ده تلاتين الف ده تمن كل الدهب اللي كان معايا طب والباجي هتجيبوهم من ايه معرفش باجا يا حسن اتصرف المهم افتح الشركة وخلينا نتجاوز هو ملو يا حبيبتي قطر خيرك هو ابوك هينزل الصعيد ميت جريب جريب جوي الا جليلي هو راحين باجا كبير المغازية فعلا ايوة وانت عرفت منين حسن توطر وقال وهو في حاجة بتستخبه في بلدنا دي الناس ملهاش تيره غير عيلة المغازية واللي عنديهم ما هو اللي ما يعرفش يقول عاتس من برا الناس شايفانا عايشين في الجنة لكن في الحاجيجة جوهنم هتكون احسن من النار اللي ولع جوة يعني ايه مش فاهم وقفت هدير وقالت له مش لازم تفهم دلوك انا همشي باجا جبل ما الوقت يتأخر اكتر من جديه هدير ثابته ومشيت وحسن قعد ما كانه يعدي الفلوس وقال وجديها بجاء اخدت الفلوس اللي عندي سعد وهجم البلد بحالها ملهاش لازم الجاعدة هنه مارين كانت ماشية تلفت ودخلت الصيدلية وراحت لدكتور ايمن وقالت له عم رقوف مش باين ده حتى ما فتحش المكتبة النهاردة هو انت مالك بزفت ايه نوية رجعت يشتغلي معاه لا انا بس خايفة يكون جراله حاجة واحنا نروح فيها يا ريت يكون مات ولا راح في دهية طب ما تروح تسأل عليه عند بيته او خلينا نتطمن بقول لك يا مارين بلاش تجيب سرط الرجل ده عفريته الدنيا بتتنطط في وشي قطاهم دخول احمد اللي استغرب لما لقي مارين وتكلم وقال في ايه يا مارين ايه اللي جابك هنا مفيش انا كنت جاي اشتري برشان للصداع احمد انا عاوزك في موضوع خاص خير يا دكتور يا ترى مارين عملت حاجة انا كنت طالب يد مارين على سنة الله ورسوله مارين متكسفت وجريت على البيت واحمد ابتسم وحطي ايده على كتف ايمن وقال له واني مش هلاجح سمينك عريس لاختي خلاص يبقى خلينا نجرى الفتحة والخطوبة تبقى اخر الاسبوع لا بالاستعجالك ده لازم اخد رأيهم في البيت لول وماله خد وقتك بس ما تتأخرش علي في الرد وعند طه اللي دخل مكتب جده وتكلم وقال خير يا جدي جالول انك عاوزني اكفل الباب وقعد يا طه انا عاوزك فعلا طه قفل الباب وقعد قصده وقال له خير يا طرى في حاجة حال العيلة كلها تجلب فوق بعضه واني كبرت وما بجدش جادرة للم وراهم زي الول لو على جواز جمال فغزل هي اللي عملتك ده بعد ما طلبت منه الطلاج عشان ترجع لرحيم ومين جال ان رحيم عاوزها ولا حتى بيفكر فيها ما نعرفت من رحيم انه نوي يتجوز الخميس المهم لازم تبقى في كدف بعض وتوجفوا العيلة دي تاني على رجليها ما تجلكش انت يا جدي كل حاجة هتتصلح جمال يروك بس كده واني هتكلم معاه على خيرت الله ربنا يصلح الحال حمد انا كنت عاوزة تجاوز سلوة ويبقى فرحنا ورحيم في يوم واحد بسرعة كده طب كنت استنى ناخد رأي العروسة ولا حتى رأي أخوها لو على رأي رحيم فانا كنت لسه عنده وهو اللي بعتني ليك أما بالنسبة للعروسة فاني عارف ردها يبقى على بركة الله ربنا يتمم لك على خير دخلت كريمة لقودة سمر وسلوة وقالت ما نزلتوش ليه تتعاشوا معنا تحت عاستفرة انا قلت لسمر تنزل هي بس انا كنت مشغولة في المذاكرة كريمة قعدت وقالت طاها طلب يدك من رحيم وجدك والكل سألوني عن رأيك وانتي قلت لهم ايه أكيد مش هنلاقي أحسن من طاها محترم ومن دمك ويخف عليكي سلوة عنيها دمعت وقالت بس انا مش عاوزة تجاوز مفيش بنت ما بتتجاوزش ضغطك المفعوصة دي كلها سنة ولا تنين وتتجاوز بعدك آه يا ماما شوفي لي عريس حلو جديه زي رحم أخوي طب كنتوا استنوا لما خلص الجامعة أنا خلص في آخر سنة لا طاها مستعجل وإحنا جاهزنا نفسينا على الخميس كريمة خلصت كلامها وخرجت من القوضة وسلوة قعدت سرحانة وافتكرت سعد يا ترى هيسيبها تتجاوز طاها ولا هيفضحها ويضيع كل حاجة شكرا